شهدت تونس مزيدا من الاحتجاجات في عددا من المحافظات ويطالب المحتجون السلطات بتنفيذ وعودها في مشاريع التنمية والتشغيل وغيرها من المطالب وسط محاولات من الحكومة لاحتوائها شتاء تونس يبدو ساخلا مع تصاعد وطيرة الاحتجاجات واتساعها في أكثر من مكان عنوان الاحتجاجات يتمحور في مطالب تنموية وأخرى تخص تحسين الأوضاع المعيشية مطالب يراها السياسيون مشروعا ومن حقها أيضا المطالبة بنصيبها من ثروات البلاد نحن نساند كل المطالب اللي هي مطالب شرعية واللي هي بديت بعد الثورة وإلى الآن لن تتحقق فهذه المطالب نساندها في إطار المحافظة على مؤسسات الدولة وعدم الميور إلى العنف وفي الوقت الذي تجاهر فيه السلطات بحقوق المحتجين لكنها تطلب منهم الصبر حتى تحقيقها وتزعم أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب الصالح العام وتعطيل مصالح الناس يتزامن ذلك مع نداءات للحكومة بالتوجه إلى هذه الملاطق والجلوس مع المحتجين خاصة أن مطالبهم مشروعة تحركات احتجاجية معناها فم أوضاع معناها فم بيئة مهيئة لها اللي هي معناها البطالة وأن قطار التنمية متعطل في تونس للأسف معناها حتى بعد عشر سنوات من الثورة وبالتالي معناها خاصة في الفترة هذه في تونس في العادة دايما فترة متاع هذه بعد انطلاق الموسم السياسي والفترة متاع الخريف والشتاء معناها فترة متاع مطلبية في العادة في تونس الفترة هذه وتزامنا مع احتجاجات المدن الداخلية تشهد البلاد تحركات في العاصمة والمدن الكبرى المحامون والقضاء وحتى الصحفيون يطالبون حكومة هشام المشيشي بالالتزام بوعودها واتفاقاتها التحركات الأخيرة غابت عن الشوارع منذ أشهر وتمثل أول تحدي حقيقي للحكومة منذ تشكيلها واختبار مرونتها في التعامل مع غضب الجماهي موجة من الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن التونسية على خلفية مشاريع التنمية وخلافات حول مشروع ميزانية العام المقبل وضع قد يتغير معه مشهد التحالفات السياسية في حال عجزت الحكومة عن احتوائها علي القاسمي العربي تونس وتنضم إلينا من تونس جنات بن عبدالله العضو في المنتدى الاجتماعي والاقتصادي أهلا بك أستاذ جنات معنا إذن البعض يرى أن الحكومة التونسية تتعامل اليوم مع هذه الاحتجاجات والمطالب عبر إجراءات ارتجالية في كثير من الأحيان هل توافقين على ذلك؟ نعم بكل أسف نحن في كل نهاية سنة تتحرك الجهات للمطالبة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية ودائما تصطدم بنفس التعاطي من الحكومات الععود والأوهام والسراب وهذه السنة لربما أن جائحة كورونا عمقت أكثر هذه الأزمة لتأخذ منحا جديدا وتتوسع أكثر من الجنوب إلى الشمال وعلى كامل تراب الجمهورية وأيضا إلى جانب الجهات هناك قطاعات مهنية هي أيضا تحركت من أجل المطالبة بتحسين ظروف عملها اليوم هذه الحكومة كسابقاتها من الحكومات تحاول الاحتواء ولكن الاحتواء الذي لن يفرز حلولا باعتبار أن هناك مؤشرات عن صعوبات جمع وهذه الحكومة ليست لها من الإمكانيات المادية وحتى الإمكانيات في مستوى المخططات التنموية القادرة على حقيقة أستاذ جنات أعتذر أعتذر على المقاطعة عندما تتحدثين عن عدم توفر الإمكانيات المادية ربما هذا ينهي الحديث عن أن الحكومة لا تواجه الأمر بشكل جديد ماذا يمكن للحكومة أن تقوم به عندما لا تتوفر الإمكانيات المادية برأيك هذه الحكومة لازلت تصر على أنها هي الأقدر على التعاة مع هذه الملفات وقد لاحظنا هذا في تعاة وزير المالية مع مشروع قانون المالية التكميلي الذي تم سحبه ثم تم إعادة تحويله إلى المجلس النواد وكل ما كان في الأمر هو مزيد الضغط على نفقات التصرف بما يعني مزيد الضغط على الدعم على المقدرة الشرائية للمواطن على خلق مواطن الشغل بما يعني أنه نحن اليوم نتجه في مزيد تفقير الشعب في مزيد تجويعه وبالتالي هناك انسداد الأفق وهذا مفاهمته الجهات وشباب هذه الجهات لأنهم هذه المرة مصرون على تحقيق مطالبهم ولكن بكل أسف هناك انسداد الأفق ولا حقيقة المستقبل هناك ضبابية وهناك تخوف كبير على الاستقرار الاجتماعي وأيضا على الاستقرار السياسي نعم أستاذة جنات كما ذكرت يعني هناك إصرار لدى المطالبين طبعا بهذه المطالب أو الأمور المحقة بكل تأكيد لديهم إصرار باستكمال هذه إن كان المظاهرات الإضرابات والمطالبات لكن هناك من يتخوف من حجم هذه الاحتجاجات ومن امتدادها على قطاعات واسعة اليوم مما قد يشل بالفعل الاقتصاد الذي يعاني أصلا من مصاعب جمة اليوم بسبب جائحة كورونا وبسبب الحكومات المتعاقبة وبسبب كل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعيشها تونس نعم هذا صحيح يعني صحيح كوننا اليوم نعيش في مأزق وانتداد الأفق من أين ستأتي الحكومة يعني بالتمويلات اللازمة هنا نعود إلى أصل الداء أصل الداء هو منوال التنمية أصل الداء هو الخيارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي هذه الحكومة تدعي أنها ورثت تراكمات سلبية وليست اليوم أن هي المسؤولة عما يعيشه الشعب التونسي ولكن من منظور استمرارية الدولة لا يمكن لهذه الحكومة أن تتنصل من مسؤوليتها طالما أنها قابلت مهامها هذه اليوم هناك حلول هناك مقترحات ولكن هذه الحكومة تصر على الاستمرار في نفس الخيارات واليوم نشهد تحركات كثيفة من قبل الشركات العالمية للإستحواذ على ما تبقى من ثروات وخيرات تونس والمنوال التنموي الشركات الأجدبية المنتصبة في تونس هي عاجزة على امتصاص طلبات الشغل الإضافية نحن لدينا سيدتي ستة ألاف متحصل على شهادة الدكتوراه وهم الآن عاتدون على العمل أي اقتصاد هذا الهش الذي نعيشه القادر على احتواء هكذا كفاءات تونسية والوضع في الجهات الداخلية هو أعمق وأخطر وأصعب وبالتالي لا نرى أفقا للخروج من هذا المقزق ربما هناك خروج سياسي انفراج سياسي ولكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من الصعب جدا مع حكومة تكنقراط مثل هذه الحكومة أن نتصور أن تمنع تونس حقيقة من انفجار اجتماعي محتمل وبالطبع اليوم ولا في أي يوم يمكن فصل الوضع الاقتصادي عن الوضع السياسي أتمنى أن تبقي معنا أستاذة جنات أنتقل الآن إلى رانيا الدريدي تطلعنا على تفاصيل أكثر حول الاحتجاجات في عددنا المدن التونسيات ومنعوذي نستكمل النقاش موجة جديدة من الاعتصامات والاحتجاجات تشهدها تونس في الأيام الأخيرة يغلب عليها ظاهريا الطابع المطلبي والاجتماعي تزيد من متاعي بحكومة هشام المشيشي المثقلة أصلا بوبعا اقتصاديا صعب وتدعيات جائحة كورونا كانت البداية مع أزمة الكامور التي انتهت قبل أسبوعين بإعادة فتح مرافق النفط بولاية تطوين جنوب البلاد بعد أن توصلت الحكومة لاتفاق مع المعتصمين هناك قضى بإعادة تشغيل منشآت النفط مقابل توفير مئات فرص العمل لأبناء الجهة اغلاقوا بلف الكامور شجع فيما يبدو فئات مهمشة أخرى للتحرك في محاولة لتحقيق مطالبها وبسرعة اتسعت دائرة الاحتجاج لعاطلين وناشطين مدنيين بمناطق متفرقة من تونس يطالبون بتوفير وظائف وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وشملت الاحتجاجات ولايات القيروان وجابس والقصرين ومناطق أخرى في ولايتي جندوبة والكافة الواقعتين في شمال غربي البلاد قطع متظاهرون الطرقات المؤدية لمركزي المدينتين بتكتيس الحجارة وإشعال العجلات المطاطية للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحسين البنية التحتية في ولاية توزر جنوب البلاد نفذ عاطلون عن العمل وقفة احتجاجية مطالبين بحق الجهة في التنمية ودراسة الأوضاع الاجتباعية والاقتصادية المتردية بها وشملت الاحتجاجات أيضا ولاية جابس حيث أغلق محتجون مدخل المجمع الكيميائي وشركة حكومية ما أدى إلى تعطيل توفير الغاز السائل المنزلي بعديد المناطق كما اقتحم معتصمون ما يعرف بالدولاب في ولاية القصرين مقر شركة بترولية حكومية ليغلق مضخاتها معلنين تواصل احتجاجاتهم إلى حين تحصيل جهتهم مصيبها من التنمية والوظائف وكالعادة توقف انتاج الفصفات في الحوض المنجمي في ولاية قفصة نهائيا وفي تقرير لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أشار إلى ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية بتونس في أكتوبر الماضي بنسبة 16% حيث تم تسجيل نحو 870 تحركا احتجاجيا ولفت التقرير إلى أن أكثر من 120 من الاحتجاجات المسجلة شهر الماضي لم تكن عشوائية بل موجهة ومطالبة بالتنمية والتشغيل وهو ما اعتبره تقرير المنتدى زيادة في التنبيه إلى حدة المخاوف في مستوى قدرة الحكومة على تطويق الاحتقان شكرا لرانيا على هذه المعلومات وأعود إلى ضيفتي من تونس جنات بن عبدالله أستاذ جنات طبعا لا يمكن للمرء إلا أن يكون مع المطالب الشعبية ومطالب العمال المواطنين لتحقيق ظروف عمل أفضل خاصة في هذه الأوضاع لكن ما أهمية أن تنظم هذه التظاهرات اليوم والاحتجاجات خاصة وأنه تم تحديث عن فوضى ما تعم بعض تلك الاحتجاجات مما يعني يبطئ العجلة الاقتصادية مما يشل بعض القطاعات المهمة كما ذكرت نعم لربما هذه المرة ما عمق هذه الأزمة هو شكل الاحتجاجات حيث صر المعتصمون والمحتجون على التوجه إلى مقرات استراتيجية ومحطات استراتيجية أعلهم يلفتون نظر الحكومة الكل الواعي ومدرك بخطورة مثل هذا الشكل النظالي وهذا الشكل الذي أخذ منحا خطيرا باعتبار تداعياته الخطيرة على تعطل الانتاج وخاصة تعطل الانتاج في المرافق الحساسة والاستراتيجية مثل حقول النفط مثل حوض يعني فصفات جفصة وعديد المحطات الحيوية والتي لا يمكن أن تتعطل ولا يجب أن تتعطل ولكن ما دفع المحتجون إلى هكذا يعني التحركات هو هذه المماطلات من قبل جميع الحكومات ولا نعتقد أن هذه الحكومة ستكون أضل من سابقاتها باعتباري طريقة التعاطي مع هذه الاحتجاجات حيث أنها فضلت أن تتعاطي معها في مسارات يعني موازية لمسارات الطبيعية وهي مسارات منوال التنمية والمخططات التنموية سيدتي يعني بالنسبة لما شهده معتسمه الكامور وقضية بسألة الكامور يدعون أن هذه المسألة نجحت وتم الاتفاق على بعض البنود ولكن السنة الماضية أيضا مع الحكومات السابقة كان هناك اتفاق ولكن في الأخير تفطنا المعتصمون أنها كانت أوهام وهذه الحكومة اليوم ادعت أنها توصلت إلى اتفاق وهناك شبه رضا من قبل المعتصمين ولكن سيتفطنون بعد حين أن هذا الاتفاق هو أيضا سراب وميزة هذه الاتفاق أنه دفع بقية الجهاد إلى المطالبة بنفس الاتفاقيات ولكن كما أشرت أن هذه المسارات الموازية لن تدفع ولن توصل إلى اتفاق حقيقي باعتبارها بمسارات الموازية خارجة على المخططات التنموية نعم أستاذ جنات بن عبدالله العدو في المنتدى الاجتماعي والاقتصادي كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر